بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنا نتناول في هذا المقطع second method to justify the use of robots اللي هي return on investment اللي بيسموه ROI system زي ما شرحنا في الطريقة السابقة اللي هي payback period طريقة السابقة اللي بنحسب عدد سنوات بنحسب الpercentage اللي هي نسبة الربحية الثانوية اللي هتعود على صاحب المصنع من ان هو يستبدل الروبوت او يستبدل الـ labors او الطريقة الconventional التقليدية لو شغل بها بروبوت فهنا هنحسبها له عن طريق النسبة المقوية فنشوف العملية دي بتتم ازاي بيقول لي the formula for calculating annual return on investment هي عبارة عن ايه بنقول لي ROI abbreviation for return on investment فدي نسبة مقوية فقال لي 100 times times هي نفس المعادلة قبل مشرح بس المعادلة هي نفس المعادلة بتاعة payback period بس هنا بيدخل معانا ترم جديد اللي هو الـ n يبقى أنا هاعمل ايه مقلوب هذه المعادلة اعكس هذه المعادلة المقام نخليه المقام نخليه بس والبس نخليه مقام وبنقولي ايه واضفت الترم اللي هو الـ n فالـ n هو عبارة عن ايه useful life of the robot العمر اللي أنا بقولي ان دا اقل عمره من الممكن ان ايه الروبوت هيشتغل فيه الهم بيقول لي ايه ان داوا عادة بيكون ايه at least 8 years 8 سنوات فايب ازا المعادلة الـ roi بتساوى الـ 100 times w اللي هو قلنا عليه الـ annual salary of the workers being depressed by the robot plus الـ i اللي هو savings from installation the robot الـ depreciation minus between brackets c اللي هي total cost of the robot including installation مقسوم على مين بقى divided by مين الـ n اللي هي ايه useful life of the robots افلنا الـ cost plus المينتوننس cost plus الـ stuffing cost divided على الـ c اللي هي total cost of the robots including الـ installation يبقى هي نفس المعادلة بس قلبنا المقام بسط والبسط مقام واضفنا الترم اللي هو بتاع الـ c على n وير الـ n اللي هي ايه useful life of the robot تعال نطبق example على هذا الموضوع عشان نقدر نعرف ما هي قيمة الربحية الثانوية اللي تنتج من هذا الأمر بيقول لي assume that the same conditions in example one are again present and that the useful life of the robot is eight years what what the percent return on investment منت فبيقول لك حساب لي بقى هنا return investment هنا دي طريقة أخرى بنقدر نحسب بها ما حسابناها المرة اللي فاتت بالpayback period سنوات هنحسب له هنا بنسبة مأوي فتعالا نعوض في المعدلة هي نفس الأرقام بيقول لك assume أن الأرقام اللي هي في الexample اللي فات present معنا موجودة معنا في هذا الexample والداني اليوسف للايف ثمان سنوات فتعالا يقول لي ROI return investment وعبارة عن W plus I plus D minus between back C over N between breaks plus M plus S والكلام ده divided على total cost نعوض في هذه الأرقام بهذه الأرقام نعوض بها اللي عبارة عن W اللي هو annual salary of workers being blessed by the robots كان 24,000 10,000 لليه savings from the robots وبعدين 25,000 depreciation of the robots depreciation allowance وبعدين between breaks أسمي بقى total cost of the robots including insulation اللي كان 125,000 divided 8 اللي هو useful life of the robots وبيقول لي في القوص ده وبعدين plus 5,000 اللي هي maintenance cost plus S اللي هي staffing cost ده divided على C اللي هي total cost of the robots including installation يبقى كده هطلع هنا من هنا اللي هي نسبة الربحية أو return on investment العائد اللي هي يعود علي من installation بتاعة robot فقال لي هذا العائد اللي هو الانيوار return on investment هيكون يا سيد الفاضل 11.5% 11.5% شوف بقى في هذه الحلقة what you can do انت بتشوف الربحية السنوية اللي طلعالك من النظام القائم اللي انت شغال به وهذه الربحية اللي هاتي ستحقق لما تعمل installation robot شوف قارن بمنهم ايهم اكبر والله اللي هتكون افضل خليك عليها ولو هتكون بتاعة robot افضل غير الربحية بتاعتك اعلى في current situation خليك زي من انت وبكده نكون وصلنا لنحية هذا التشاطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان هذا اخر التشاطر بنتكلم في الكورس بتاعنا تمنى ان شاء الله نكون قدمنا في المادة العلمية النافعة اللي ان شاء الله تساهم في بناء مستقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته